بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقط طلب مني الأستاذ الفاضل جمال إدريس أن يكون لي حديث حول العلم ونشره بمناسبة انطلاق دروس ترحما أو إحياءا للمجالس العلمية التي كانت تقوم بها وأمهم حلمة السعدية وأبوهم الحاج صالح مع إخوتيه أحمد فوزان ونور خالص فهذا المشروع عمل أرباني وعمل ينبغي أن يشجع لأنه نشر للعلم وأمهم قد تركت صدقة جارية وهو هذه المجالس فإحياء لحسناتها وثوابها وأجرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهذا العلم الذي ينتفع به كانت الحليمة السعدية رحمه الله كانت تجمع عليها النساء وتجمع في بيتها النساء وتلقي لهن الدروس وتعلمهن أمور الشرع وأمور الدين فلها الأجر إن شاء الله مكتوب لها الأجر إن شاء الله فهذه الصدقة ينبغي أن تبقى مستمرة ومتواصلة من أبنائها ويدعموا هذا المشروع حتى ينتشر بين أبنائي وبناتي أندونيسيا فنصلى الله أن يوفقكم لهذا العمل الرائع لهذا العمل الرباني وينبغي أن يشجع على هذا العمل ونصر الله أن يكون هذا المشروع أن يكون له وجود على الأرض كبناء معهد لهذا الغرض وصل الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين